حكينا قانون وكيف تتم الأمور مع دكتور بول ونشوف كيف تروح الأمور بالمرحلة فين يسارعوا العديد من الذين يحملون الجنسيات المتعددة إلى رفع شكاوة في داخل الدول لأن قانون نظام داخل المحكمة الجنائية الدولية المادة 5 الفقرة 10 تجيز رفع دعاوة وتأخذ بها المحكمة الجنائية الدولية وهذا حصل في المغرب ضد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسباق بيرتز وتمت محاكمته أزار مذكر التوقيت بحقه لذلك يمكن اكتساب الوقت في هذا المجال على أي حال فلننتظر نشوف لوين بدأ تروح الأمور بالنهاية عدالة السماء هي أهم من عدالة الأرض عملية لحتى لي اختم معك بما تبقى من وقت معي بعد 5 دقائية أو أقل شوي هيا نحكي شوي عن الفلسطينيين في لبنان عمليان عم نشوف عمليات عبر الحدود عم نشوف عمليات إطلاق صواريخ شي بيتمناها القسام شي بيتمناها كتائب أبو علي مصطفى شي بيتمناها هلأ دخلت كمان قوات الفجر للجامعة الإسلامية على الخط وغير من الفصائل قديش هيدا شي عملية استخدام الساحة اللبنانية شي مفيد عملياً وشو في دور فعلي للفصائل الفلسطينية في الشتات في لبنان وغيرها في هذه المعركة النقطة الأساسية في هذا الموضوع أن ما يجري هو في إطار عمل موحد تحت سقط غرفة عمليات بقيادة حزب الله وهذا يؤكد أن عدم فوضى بالإطلاق والاستخدام خلافاً لما جرى سابقاً وتلافى حزب الله ذلك لأنه بعد تحرير الجنوب جرى إطلاق صواريخ تم توقف بعض الأشخاص ومنهم من كان يطلق هذه الصواريخ تحول إلى المجال الإرهابي وتحديد النعيم عباس اليوم حزب الله عندما يشكل غرفة العمليات جميع الفصائل الفلسطينية واللبنانية من يريد مقاومة العدو الإسرائيلي في إطار واحد موحد نضمن عدم أي خرق وعدم تجاوز مدام هذا موضوع في إطاره الموحد فهو في إطار أدعم النضال الفلسطيني وغرفة العمليات هي تحدد الأليات سواء في الجنوب اللبناني من النقورة إلى مزارع شبعة المحتلة وصولا ربما إلى الجولان والقنيترا والتي تشهد للمرة الأولى مثل هذا التصعيد الفلسطيني في لبنان هو في هذا الإطار لن يكون منفردا ولنعتبر أن الفلسطينيين على الساحة اللبنانية هم لواء موحد في خدمة المقاومة بمواجهة الاحتلال والعدو الإسرائيلي نعم أي فلسطيني يمكن أن يساهم بأي عمل وهو ينتظر هذه اللحظة هو على استعداد لخوض هذه المعركة ولكن ليس منفردا ولا فتح جبهة مستقلة بل في إطار موحد سؤال هيك اعتبروا مارك طيب اليوم عم تطلع صليت صواريخ تنقل عشر صواريخ بتوقيع قوات الفجر كم صاروخ بتوقيع قصة كم صاروخ بتوقيع الجهاد وما إلى ذلك شو بغيره بالمعادلة غير إثارة الجدل واستفزاز أطراف لبنانية أخرى موجودة ترفض هذا العمر حزب الله مقاومة حزب الله عم يعمل عملية جدية هذا أكبر رد على بعض هذه الأصوات التي تسعى وتنتظر ربما الدبابة الإسرائيلية تغيير الواقع نحن مع شمولية المقاومة في فلسطين مع شمولية المقاومة في لبنان تحديدا لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع التصنيفي ولكن عندما نتحدث عن فصائل فلسطينية تشارك في العمل المقاوم نقول أن الفلسطيني يؤكد أن بوصلته هو فلسطين وليس الاستخدام في أي صراعات ذاخرية أو أجندات محددة عندما نشاهد الجماعة الإسلامية تعيد إطلاق قوات الفجر التي كان لها دور كبير في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وربما قبل ولادة حزب الله يعني أن الطائفة السنية تؤكد التزامها بمشروع المقاومة وقد أكون أكثر وضوحا غدا ربما سنجد فصائل ذات صبغة مسيحية تشارك في هذا العمل شو يعني شو يعني فيه فصائل حليفة للمقاومة ستشارك فيه العمل المقاوم على الساعة مين فيه فصائل ذات صبغة مسيحية عنده صواريخ يعني بس نعرف فيه حدا كثير عنده صواريخ وساريخ تؤمن ليش صبغة مسيحية مين يعني يريد المطلوب هو إشراك الكل في هذا الموضوع ما يؤخر أحد العوامل التي تؤخر إطلاق حزب الله للعملية في مواجهة العدو الإسرائيلي وتصعيدها هي أن في قطاع غزة والضفة الغربية هناك احتضام فلسطيني للمقاومة هنا للأسف هناك من يطعن المقاومة في ظاهرها ويحاول فتح ثغرات وفتح حسابات وأحاديث خلافا لما جرى في الألفان وستة في الألفان وستة كان الاحتضان أكبر وربما لا أريد أن أتطرق إلى ما سيقوله أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصر الله لأنه لا أحد لا أحد يعرف تبصير ماشي من فترة يعني بس أنه من الأول ما تم الإعلان عن الكائب من خلال مؤكبتي وتغطي للنشاطات سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله أكثر من 35 عاما لا أحد يعرف بماذا سيتنبأ ولكن الكل يترقب مجرد الإعلان عن أنه سيتحدث حدثت أزمة ومراقبة ومتابعة والعديد من كلهم في مجالاته الكلمة هي استراتيجية لشك في توقيته عندما أرد سماحة الأمين العام ونتمنى أن يزف لنا بشرة خاصة أنه سيتم بعد أيام عيد ميلاده الـ 64 في 28 تشرين الثاني الجاري شو هو اللي أنت بتعتبره بشرة أمين صلى الله بشرة هو وضع الخطوط الاستراتيجية للتنفيذ وليس فقط أن تضع خطوط وإذا ما تجوزها العدو الإسرائيلي أن لا يتم تنفيذها تحديد بوصلة محددة خاصة أن البوارج الأمريكية هل سبق لسباحة السيد أمن وضع خطوط ولم ينفذها؟ لا أتحدث الذي سيضعه هو للتنفيذ مباشرة بشكل مباشر وهنا أتحدث ربما عن لا أتحدث عن معلومات ومعطيات ولكن لا يعتقد أن البعض أن وجود مثل هذه البوارج الأمريكية تغير في المعادلة أتت إلى لبنان وشاهدنا ما حصل في المرنش وكان حزب الله في بداية بلاداتي هذه البوارج بأكبرها التي تبلغ 12 ألف و800 متر ليست بحاجة إلى أكثر من كمية من القذائف لإلهاء السواريخ وعدد من المسيرات وعدد من التوربينات وكل ذلك جاهز رحم الإشارة لذلك ربما تتجاوز المعركة حزب الله والساحة اللبنانية إلى حرب إقليمية الجانب الإيراني في هذا المجال ربما لن يفوت ويدخل هذه الحرب بشكل مباشر لأن ذلك يحتاج إلى فتوى من سيد علي الخامنئي وإيران تدعم القوى في لبنان في الجولان السوري وتسعى إلى عدم توسيع الحرب والأنصار الله في اليمن والعراق وحتى في فلسطين حتى لا نؤول ونعول ونحلل ما يمكن أن يقوله سماحة الأمين العام لأن كلامه له الكثير من المدلولات في هذه اللحظة الدقيقة المفصلية الكل يترقب وليبقى العدو الإسرائيلي في حيرة من أمره ماذا سيكون إلى ما بعد تل أبيب وربما إلى ما بعد بعد إلى النقاب